أولى شحنات المساعدات الإنسانية لفائدة المهاجرين الأفارقة المطرودين نحو النيجر بدأت في الوصول شحنات من المواد الغذائية والأغطية والخيام سترسل تباعا إلى النيجر ليصل حجمها الإجمالي 116 طنا المساعدات المغربية تروم التخفيف من حالة الهشاشة القصوى التي يعيشها المهاجرون المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بأحدى المراكز بشمال النيجر كما تهدف إلى الوقوف إلى جانب هذا البلد في مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا إرسال المساعدات للمطرودين بالنيجر هو مبادرة تنضاف إلى سلسلة من الخطوات المماثلة التي دأبت المملكة على اتخاذها كلما احتاجت الدول الإفريقية للمساعدة بالفعل لا بالخطاب يجسد المغرب من جديد تضامنه مع أشقائه وأصدقائه في القارة الإفريقية وفوق كل هذا فالمبادرة التضامنية الجديدة تعد جزءا من توجه مغربي أصيل يضع إفريقيا وقضاياها المختلفة في صدارة انشغالاته